نالت فكرة الديمقراطية حظوة كبيرة في الساحات الإعلامية العالمية والعربية وشكلت قضية أساسية محورية لدى الجماعات السياسية والحقوقية باعتبارها الوسيلة التي تمكن الجماهير من انتزاع حقوقها وصياغة مستقبل أفضل ومن هنا تتطلع الشعوب إلى الديمقراطية كنظام سياسي اجتماعي حين يكون الشعب هو مصدر السياسة والسلطة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوات إلى قادة أكثر من مئة دولة للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية في التاسع من كانون الأول وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية خلت منها جميع الدول العربية عدى العراق الأمر الذي يثير التعجب ويضع الكثير من علامات الاستفهام فهل العراق دولة ديمقراطية؟ ألا تعلم إدارة بايدن مقدار وحجم الانتهاكات التي ترتكب بحق العراقيين منذ 2003 من قتل وتهجير وتغييب قسري ومصادرة للحريات وتزوير الانتخابات وقمع التظاهرات؟ بالمقابل فقد عقد مؤتمر الديمقراطية أولاً في العالم العربي بمشاركة لفيف واسع من الشخصيات العربية المدافعة عن الديمقراطية من سياسيين وحقوقيين ومفكرين من مختلف الدول العربية ومن عرب المهجر في خطوة استباقية لقمة الديمقراطية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن مؤتمر الديمقراطية أولاً أكد في بيانه الختامي على حق الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والتغيير السلمي والتنمية وإلى توجيه رسائل إلى منظمي قمة الديمقراطية والمشاركين فيها وغيرهم بالتوقف عن دعم الاستبدال والديكتاتورية واحترام إرادة وتضحيات الشعوب العربية بما يتفق مع القيام والمثل المعترف بها في المواثيق الدولية الولايات المتحدة التي أباحت لنفسها غزو العراق وصلطت للحكومات الفاسدة وميليشياتها عليه قسمت من خلال دعوتها لهذه القمة العالم إلى أخيار وأشرار بحسب المقاسات التي تريدها فقد دعت الأقمة الديمقراطية دولاً ديكتاتورية بامتياز ووفقاً لصحيفة تشابان تايمز فإنه من المستبعد تماماً أن تسفر تلك القمة عن أي نتيجة واضحة لتصبح مجرد محفل آخر للكلام